هنا بدوار بوينون ببني حواء في ولية يشلف معاناة فرضتها حالة الطريق التي أضحت غير صالحة للسير خاصة مع تساقط الأمطار كما لواد دموس حصة الأسد في معاناتهم حيث يجدون أنفسهم مجبرين على البقاء في منازلهم وإلا المجازفة بحياتهم للوصول إلى الضفة المقابلة سكان المنطقة سئم من وعود السلطات المحلية مطالبين بإنهاء معاناتهم نائب رئيس بلدية بن حواء من جهته أكد أن مطالب السكان مشروعة وسيتم التكفل بها في أقرب الأجل الطريق رأي في مرحلة رأيهم يوجدونها في دفتر شروط كيتشارج مسجلة وكل شيء يعني ضراهمها وداروهم وحنا في بنحوات تقريبا يعني المشكلة بقاتل الزوج بوقع اللي رأيهم ضرارين عندنا هذا البوقع اللي رأينا فيها هنا يعني بوق اللوف حتى البوع مماين ولا طيطواما فيما يخص فك العزلة إنجاز المعابر تعبيد الطرقات وتوفير النقل المدرسي من شأنها إنهاء معاناة سكان دوار بوينون وإعادة الأمل لهم